علشان يحصل توطين لصناعة السيارات وابقى مصر هي مركز اقليمي لهذه الصناعة في افريقيا والشرق الاوسط ده محتاج حاجات كتير جدا دي اللي احنا وصفناها بمسألة استراتيجية هل مصر بتصنق؟ اه مصر في عندها تجميع محلي بنسب لسيارات وفي منها بعض السيارات الفاخرة بيتم تجمعها هنا داخل الاراضي المصرية السؤال بقى هنبدأ منين؟ طبعا زي ما هاداك ذكرت في حدود سبعين في حوالي سبعين ألف سيارة بيصنع في مصر حاليا سوء المصر بيستهلك سبعين في حدود المتين ألف فاحنا يعني الكيادة السياسية داخلين على برنامج عايزين نصنع خمسونة ألف سيارة عشان تقدر غطي احتياج محلي وصدر وصدر طبعا ده هيعود علينا بشكل أول حاجة عن نوفر في النهار بنساور بثنين واربعة وعشر مليار دولار سيارات عن نوفر العوامنا الصعبة زي إن الرئيس حاطت كمان حاجة جذبة للصناعة دية طبعا حاطت دعم للسيارات حاطت دعم آخر حاجة يعني أنت النهاردة السيارات الأديبة كلها الرئيس طلع برنامج 3% آه استدال 3% يعني 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 السوق متعطش كمان حاجب سيارات أكتر وعدد كبير جدا بدل ما نستقول إن نبتدي نصمع إحنا هنا ونبتدي بهذه الخطوة فنهاردة حتى الطرق السيارة الرئيس يعني عامل شبكة الطرق ضخمة جدا آآ يعني كنا في فيو 18 كان استعاب الطرق آآ لحد الأقصى 8 مليون سيارة نهاردة استعاب الطرق وكل الصناعات يعني عندنا بالفلاحة ببادة كده فندم يعني الواحد اللي ما بيجيب طفل ما بيجيبش راجل بياخد فترة عشان يبقى راجل لازل نصبر عليه ونعليه كويس وياخد براحله كلها لحد ما يبقى فيه راجل يقدر يكود السيارة الرئيس إحنا بنصبرين وبنصبر وبنقول يا سيارة الرئيس إحنا فعلا في مرحلة نضوغ وإحنا وثقين في كده السياسية وفي الحكومة تحت كدتك فعلا إحنا في مرحلة الطفل يعني هيبقى شاب قريب إن شاء الله ويبقى راجل ونقدر نتخطى للحدود إن شاء الله